مين فينا متعرضش الموقف زي ده وهو اننا نحط اللبن على النار علشان نغليه وفجأة يقطع مننا ويكون بالشكل ده وساعتها نحتار ونسأل نفسي يا طرى هنعمل ايه ورغم ان كل الامهات عارفين الصح ايه الا انهم بينسوا يقولوا البناتهم عليه وعلشان كده انا عملت فيديو النهاردة وبالنيابة عن كل الامهات هعرفكم الصح ايه لكن قبل ما نبدأ لو اول مرة بتشوفوني اتمنى تشرفوني بالاشتراك في القناة ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير مع اصحابكم يلا نقول بسم الله ونشوف فيديو النهاردة بيتكلم عن ايه معظمنا لما بنيجي نشتري لبن حليب وحبين نغليه خصوصا لبن السايب بنحط كله على النار مرة واحدة وده غلط جدا علشان تعرفي صح ازاي تغلي لبن الحليب تغدي معلقة واحدة بس من الكمية معلقة واحدة بس وتحطيها هي على النار ودي اختبار لكل الكمية والنار تكون متوسطة عشان المعلقة متتحرقش منك لو اللبن اللي جوه المعلقة بدأ يغل ويعمل رغوة جميلة كده ساعتها هنحط كل الكمية على النار واحنا متطمنين جدا طب لو اللبن ما غليش وبدأ يقطع زي ما احنا شايفين دلوقتي كده هجيب معلقة تانية عشان اوريكم شايفين بدأ يفصل القرشة في نحية والشرش في نحية ساعتها بقى ما نحطش الكمية كلها على النار لان احنا خلاص عرفنا النتيجة عرفنا لو حطان الكمية كلها على النار هيحصله ايه هيروب زي ما انت شايفين كده الكمية اللي في المعلقة دي كانت بالنسبة لنا اختبار ساعتها بقى ما فيش داعي نحن نحط الحلة على النار ونركينها على جنب ونستخدمها في حاجات تانية غير الوصف اللي احنا هنعملها خصوصا بلاوين كنا محتاجينها الوصف ترادع البيبي مكرونة بالبشاميل رز معمر مش هينفع اللبن القاطع ده وبكده وفرنا الوقت الطويل اللي كان اللبن ده هياخده على ما يسخن ونشوفه وهيغلي ولا هيقطع والوقت اللي وفرنا ده نلحق نتصرف ونجيب لبن غيره عشان نستخدمه في الوصف بتاعتنا اما بقى لو ما عملناش كده وحطنا الحلة كلها على النار فبرضو ما تشيلش هام وهقولك ساعتها هتعمل ايه بتحط اللبن عاد على النار وكده ما عملتش التجربة ولا اي حاجة اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو وجيتي تغلي اللبن وانت بتقلبيه لقاطي قطع زي ما انت شايفة كده في الحالة دي ما تكملش غليان واول ما تشوفيه جبن معاك كده ساعتها لازم تطفي النار على طول لازم تفصله النار من عليه علشان ما يتحولش الشرش والقريشة هتعمل على الوش وهتكون قليلة جدا وكمان هتكون شكلها مش مرغوب فيه خالص لو حاولنا نعجم بيها علشان كده ما تكملش غليان الحليب لو قطع منك اطفع عليه واستخدميه بقى في احلى معجنات زي القرص الطرية الفلاحي لما بتتعمل باللبن الرايب او باللبن القاطع بيكون طعمها تحفة شايفين اللبن لما قربته لكم؟ ما فصلش الرايب في ناحية والقريشة في ناحية وعلى فكرة هو ده نفس اللبن اللي عملت منه رؤية طرية الاجمل صحور في رموضان لو تفتكره هفكركم بالفيديو وهسيب لكم اللينك الفيديو كامل في صندوق الوصف ريحته وطعمه كانوا تحفة وعملناه كمان من غير فور في حد هيقول انا استفدت ايه لما عملت اختبار المعلقة ما انا كده كده هاعجم بيه اختبار المعلقة ده بيوفر لنا وقت كتير جدا هتأثر معاك المسافة وتتصرفي بسرعة وكمية اللبن كلها هتكون بردة فمش هتخد وقت ان احنا نقعد نبرطها عشان نرفعها تاني في التلاجة او حتى في الفريزة ووقت ما نحب نستخدمها هنخرجها على رخامة المطبخ تغط حرارة الجو ونعمل بيها اجمل معجنات في الدنيا سواء ارسطرية او الرؤية الفلاحي اللي انا بقول لكم عليه وممكن كمان نعمل جبنة اريش بيه بيكون طعمها تحفة نحط بقى معاها زيت زاتون او حبة البركة بتكون للفطر والعشة خطيرة طب لو حصل وسبنا اللبن مدة طويلة على النار والشرش فصل عن الاريش هنرميه لا طبعا هنرفعه من على النار ونسيبه يهدى ونضربه في الخلاط وبرده نعمل منه اجمل معجنات في الدنيا وبالف انا وشفه وكده الفيديو بتاعنا خلص لكن افكارنا ووصفاتنا كتيرة وما بتخلص اتمنى فكرة فيديو النهاردة تكونوا استفدتم منها وتعجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لي الفيديو وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته